رد غريب من فاتن موسى طليقة مصطفى فاهمي بعد حواره مع الإعلامي عمر أديب وتوجيه رسائل مباشرة له بعد اتهامها بالخيانة وإننا مش عايزين نتكلم علشان هي ست ولسه هتتجوز مرة تانية إيه الحوار اللي حصل من مصطفى فاهمي مع الإعلامي عمر أديب وأول رد من فاتن موسى بعد طبعا صخريتها من الفنان الكبير مصطفى فاهمي كل تفاصيل الموضوع والقضية اللي تم رفعها على الفنان مصطفى فاهمي كل التفاصيل الحصرية والأخيرة في قضية الفنان مصطفى فاهمي وطلقته فاتن موسى بعد ما نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام اللي حدث كان قاتي إن الفنان مصطفى فاهمي ظهر مع الإعلامي عمر أديب وبيتكلم في موضوع طلقه من فاتن موسى واضح كده إن الإعلامي عمر أديب عرف طريق الترند يعني لسه عمل مداخلة تلفونية مع شيرين عبدالوهاب ولقى المداخلة واخد صيد كبير جدا وضجة كبيرة على تصريحات شيرين بعد طبعا قولها واجتمتها في حسام حبيب إن هو مش راجل وفي نفس الوقت بتقول إن أنا بحبه فقال لقى خلينا نضرب على الحديد وهو سخنه وفي نفس الوقت جاب من الفنان مصطفى فاهمي الفنان مصطفى فاهمي من وقت أزمته مع طلقته ما كانش يطلع في أي حوار تلفزيوني كنا متعودين دايما إن شيرين هتطلع مع مونة الشازلي زي ياسمينة عبدالعزيز وزي ما هي بتحب البرامج النوعية دي من الموضوعات مونة الشازلي لكن عمر أديب بقى واخد نفس النمط الفترة الأخيرة من تصريحات الفنان مصطفى فاهمي إنه تكلم وقال أنا ما سرقتش هدومها أسرق هدومها إيه هي جاي من غير هدوم خالص وأنا اللي جبت لها كل حاجة ما كانش عندها غير شنطة بقى عندها 18 شنطة كمان دا بعد اتهامه وتصوير غرفة نوم وعلى يد طلقته فاتن موسى عنها الغرفة ما بقاش فيها ملابس ولا أحزية ولا ملابس داخلية ولا اللابتوب ولا أيضا أي مجوهرات خاصة بيها حتى صخر من الموضوع وقال يا عم عمري دا المجوهرات دا فلسو طيب هي فلسو كان ممكن أنت تجيبها لها يعني تجيبها لها دهب أو زي ما تجيب لكن هو قال تطلعاتها كانت أكبر من إمكانياتي وقال إن أنا كنت بوعدها بحاجات ما نفستهاش يبقى برضو ليك عامل كبير جدا في الجواز لأنها لما طلبت منك حاجات قبل ما تتجوزها كان الأولى تقول لها إن أنا مش هقدر أعمل واحد واثنين وتلاتة لكن أنت خدعتها برضو ناس هتشوفني متحملة على الفنان مصطفى فاهمي إطلاقا أنا مش مع حد فيهم خالص أنا بشرح وجهة النظر لكن برضو كان في ردود محترمة للفنان مصطفى فاهمي لما اتكلم وقال إن أنا محبتش أطلقها هنا في مصر عشان ما كانش لها حد تترم في حضنه ولا تعيت جنبه فأقولت أطلقها وعند أهلها جنب والدها إنها لو عيتت وفضلت تصرخ وتنهار يعني مش عارفة ليه تصرخ وتنهار ما تطلق عادي يعني المشكلة ولو أنت عارف إنها هتكون بتحبك قوي وهتصرخ وتنهار عشانك يبقى كان الأول ما تطلقهاش يعني أعتقد لكن أكيد الزواج ده كان مبني على مصلحة من البداية أنت عايز منها حاجة إنها بصراحة موضوع سنها في جدل كبير قوي ناس تقول عندها 59 وهي مع الإعلامي عمر أديب قالت لا خالص ما عنديش السن ده أنا لسه فيه أوائل الأربعينات وهي عطرفته قالت لا هو اللي كبير أكبر مني الجواز يا جماعة من البدايته مبني على مصلحة هي عايزة تشير وأيضا عايزة الفلوس بتاعته هو كمان عايز ستة صغيرة شكلها حلو برضو أكيد هو عايز حاجة زي كده طيب أول رد بقى من هو كمان قال أنا مش عايزة أدخل في الأعراض ومش عايزة أتكلم في تفاصيل هي ستة وهيجي يوم وهتتجوز فأنا مش عايزة أجيب سرتها في موضوعات معينة وقال في أواضي تم رفعها وإنها كسرت الباب وحاليا قاعدة في الشقة وأنا قاعد في القندا طبعا الموضوع ده بالذات هو يحسب لي طبعا إنه هو موافق يقعد في أوتيل أو أي مكان وهي قاعدة في الشقة بحكم إنه لسه المدة بتاعي طبعا العدة ما خلصتش قال استحال أبدا ممكن نرجع لبعض تاني أنا في حاجات معين مش حابي بقى أتكلم فيها علشان هي واحدة ستة ولكن معايا تسجيلات معينة لو تم رفعها أكيد الموضوع ده هيكون فيه ضجة كبيرة أنا مش هيكشف حاجة ولا هقول أي حاجة طيب رد حسين أخو إيه الفنان حسين فهمي قال له لأ لازم تسترد حقك بالكامل هي شهرت بيك هي اتهمتك بالسرقة وكمان خلت صمعتنا وحشة شوية وإحنا ولاد ناس وولاد بشوات وإزاي يتم فينا كده وكمان قال إنه إحنا حظنا سيء في الستات طيب مع أنتوا اللي بتتجاوزوا كتير يعني مش أنتوا لحظوكوا سيئ أنتوا اللي بتحبوكوا لشوية تتجاوزوا واتطلقوا بحكم أن أنت مشهور أو زي ما بقولوا دايما أن أنت ابن زوات وابن أصول الله أعلم طبعا الأصول أنك تحافظ على الست اللي قدامك أنك حتى لما هتطلقها بلاش تطلقها في يابي أحترم إن هي ست شفت فيها حاجات معينة اتفقوا سوا وبالمعروف تدخلوا وبالمعروف تخرجوا ليه كل الشوشرة دي أنا هقول لحضراتكم بقى رد فاتن موسى فاتن موسى ردت على كل تصريحات الإعلامي عمر أتيب مع الفنان مصطفى فاهمي وقالت إنه طالح بيمثل وبيحاول يصور صورة معينة لنفسه وإنتوا ما تعرفوهش على حقيقتكم ده شخص جاهد شخص بخيل جدا جدا ما جاب لهاش أبدا أي حاجة من يوم ما تجاوزها وهو فاكر إنه هو عشان كان بس بيلبسها يبقى أنا كده جاب له حاجات وأنا اللي معاي حاجات كتيرة جدا عنه ومش حاب أعترف ده مدمن إنه هو بيتعاطى بعض الأشياء وكمان قالت إنه هو بالعكس هو بتاع ستات وكبير جدا في السن وأيضا ده شخص عجوز وأنا كويس إن أنا كنت وفقت بي وأنا لازم كمان هجيب حقي مهما حصل هجيب حقي هو ليه طلقني غيابي أنا كنت عملت إيه أنا كل اللي عملته إن أنا حبيته بجد حبيته لدرجة إن أنا خلاص بعيدت عن أهلي وجيت قعدت معايا في مصر وما كنتش فيه بيننا أي حاجة ليه طالع يسوق في صمعتي ويقول كلام أنا ما عملتوش ليه استحالة نرجع أنا حاولت بشتى الطرق إن إحنا نرجع لبعض مرة تانية لكن هو مش موافق أفدا أنا هفضل في شقاتي لحد ما هو يحن ويرجع ليت مرة تانية الست متمسكة بيه ولكن مصطفى فاهمي عنده إصرار يمكن مية في المية إن هو مستحيل للعلاقة دي تنجح مرة تانية معرفش ليه بتتصوره صور رومانسية وصور إن إنتوا سعداء قوي الرغم إن هو قال إحنا بنتصور كده وأول ما بنروح البيت بيكون في نكاد وبيكون في طريقة تانية يعني بس عايزين تصوروا للناس إن إنتوا خلاص عايشين عايشة محدش عايشة طب ليه؟ طب ما تخليكوا في واقعكوا يعني عايشوا الواقع اللي إنتوا عايشينه شوفنا برضو حلقتهم مع إسعاد يونس وقدي إيه كان متيم ومهيما يعني هيمان خالص في حبها وهي أيضا عموما فيه أواضي مرفوعة والله أعلم هتنتهي على إيه أتمنى تقولوا رأيكم وأتمنى ما كنتش كنت متحيزة لحد سامحوني لو حصل مني ده سهوا شكرا جدا لحضراتكم أتمنى كمان تدعمونا بلايك لو تكرمتم واشتراك وده بيزدنا شرف طبعا شكرا جدا نستنوا منا كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته